لطالما قالوا قديما بأن الخلافات كاشف لكثير من الحقائق ولربما ينطبق المثل اليوم على إيران وأنشطتها في المنطقة فالخلاف الأمريكي الجديد مع تهران جعل بعض الصحف الأمريكية كصحيفة وولستريت جورنال تبحث عن مثل تلك الحقائق بحث توصل إلى أسماء ثلاث كيانات اقتصادية إيرانية عملاقة يسيطر عليها المرشد الإيراني علي خامنأي وتدر دخلا بعشرات مليارات الدولارات له لخدمة توجهاته السياسية في المنطقة الصحيفة سمت تلك الكيانات الثلاث الأولى هيئة تنفيذ أوامر الإمام المعروفة باسم استاد والثانية مؤسسة المستضعفين والثالثة مؤسسة أستان قدس رضوي وهي هيئة لها أسهم في كل القطاعات الاقتصادية الإيرانية تقريبا وتزيد قيمتها على 200 مليار دولار مستفيدة من رفع العقوبات عن إيران بعد توقيع الاتفاق النووي في العام 2015 وولستريت جورنال أكدت أن تلك الأموال تستخدم في سبيل بسط النفوذ الإيراني في المنطقة وهي تقصد تمويل الميليشيات الموالية لها كميليشيات الحوثيين والحجد وحزب الله اللبناني دلائل وجدتها الصحيفة كافية ليعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامف فرض عقوبات على هذه الآيات لما من شأنه عزل ما وصفته إمبراطورية خامنئي وتجميد أنشطته ويعد دعما للشعب الإيراني الذي انتفض قبل أسابيع ضد النظام الحاكم هذه الحقائق إذا ما قورنت مع ما كشفته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات حول ميليشي حزب الله يؤكد ما قالته الصحيفة الأمريكية المؤسسة تقول بأن الميليشي اللبنانية تتلقى ما بين 700 إلى 800 مليون دولار سنويا من إيران لتمويل ما وصفته بأنشطتها الإرهابية ولعل كلام مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلي جينسلي تأتي في نفس الإطار حينما دع لبنان إلى إبعاد ميليشي حزب الله عن القطاع المالي وهي دعوة تحمل معاني التهديد بفرض عقوبات على النظام المصرفي اللبناني إذا بقي لميليشي حزب الله علاقة به